الفن شايفه مؤثر في نوعيات الحوادث اللي بتدت تكترق المتعلقة بالمخدرات سواء بقى في الاتجار أو في التعاطي أو في النوعيات الجديدة أو في طريقة التعاطي زي ما كان أستاذ مينا بيقول لنا على فيلم رغم جمال الفيلم اللي بنفرح به طبعا زي النمر دونسة وأفلام كتير عملت الموضوع ده لكن تأثيرات بقى الدراما والفن في الأوقات دي ونعكسها على نوعيات الحوادث في الفترة اللي فاتت احنا شفنا يعني كلنا كده عايشين في المجتمع وقلنا بنركب مواصلات عامة وفي اللي بيركب عربياته وبيقابل كل النوعيات اللي متأثرة بالفن للهابط اللي حصل على في فترات سابقة ظهر على سلوك الشباب في الفترة من 15 لحد 20 و 25 سنة وفيش حد بيتأثر إلا وبيترك أثر سلبي جواه أو في نفسه نتيجة التأثر ده حتى هو لو كبر بالسن وعد مرحلة 25 و 30 سنة خلاص هو اتأثر في فترة زمانية مهمة جدا بيتشكل فيها الوجدان والإحساس والسلوك وبتشكل فيها كل حاجة وبالتالي بيفضل معاه جزء من السلبيات دي حتى لو هو بيقوم نفسه بيفضل معاه جزء من السلبيات دي شفنا مناظر موسيقى شفنا الناس بتطلع بسنج وبسلاح ويقف في الشارع خليني أقولك كمان أنا بشوف على الفيسبوك فيديوهات بحكم أن أنا بلوجر عندي صفحة برضو بشتغل في مجال صخافة البرامج الحوادث فبقى أقلب كده بشوف الجديد فن الجديد اللي على الفيسبوك فيديوهات ممثلين كده ما عرفهم سو بيعملوا حاجات دي كارسية دي بيعملوا بقى حاجات يعني أنا ما ينفعش أقولك يعني لو يتوشوا ولو يتباع ومش عارف إيه وكلامه وحاجات وكده ومرة واحد خدوه ممثل في السيمة من الناس دي آآ آآ يعني فدي أزمة كبيرة دي أزمة كبيرة مخدرات ويكلموا ومش عارف إيه ولغة معينة بدأت تظهر في الشارع ولغة إيه يا زميلي إيه مش عارف إيه وحاجات كده يسطى أيواء الأدهى من كده بقى إن كلمة زي دي شعرفك بقى شعرفك أنا بسمع أنا بسمع من الشباب وعلى فكرة في كل المستويات كلمة هي على فكرة هي كلمة حلوة بيها غلط يعني كلمة يسطى دي الأسطى دي حاجة حلوة بس هي بتستخدم للي هو الودي بفتح اللي مخلص أنا أقول لسيادتك لكل مقام مقام يعني الأسطى السامكري على راسي طبعا أي أسطى كلهم على راسنا ومعنا نحن بنكمل بعض لكن كلمة يسطى اللي هم بيقولوا بيها بعد التوظيف المسجلين داخل الحجزات فطبعا كل ده أثر فينا لدرجة إنه الشباب كتير طالع دلوقتي بتعمل فيديوهات إن واحدة مش عارف ما شايفين واحد قبله وأنا خصمك وأنت مش عارف من شبرة ده أنا مش عارف منين ده أنا يعني حاجات ظهرت وطفحت زي البلاعة هي طفحت دي طفحت زي البلاعة والشباب مش دريان والشباب بيدور على طالما أنا ده مكسب سهل ده إدمان إنه أنا أعمل مادة زي دي بالشكل ده ده نوع من أنواع الإدمان وتأثيره كارثة على المجتمع إنه أنا أروح أدمن مواد مخدرة وخاصات المواد اللي هي التخلقية اللي هي بتفصل الجسد عن الوعي تمام ترجمة نانسي قنقر